قبل ما أقفل قصة فتوح هل الأهلي كان فعلا موقع ما فتوح أو قدنا بداية أو ما فيش في فوقها؟ لا لا ما فيش هوات خلص كان كلام بس كان كلام بس هل النادي الأهلي دلوقتي يبع عنده دقيق من فتوح؟ خالص الأهلي أصلا خلبك يعني منسحب جدا موضوع فتوح ده من حوالي شهر أو شهر يوي كمان ما فيش خالص أي مفوضات مع فتوح خلال الشهر بالفده كله ما فيش كانوا عارفين الموضوع مقفل كان خلص أولا يعني الأهلي كان قافل الموضوع أه لا الأهلي قافل تماما وأعيز أقولك الأهلي لو كان عايز يعني يدخل في موضوع فتوح كار هيدخل خلصوا أه وفق جدا أه طيب بس في أسباب تانية خلت الأهلي بقيت خلص أنا عندت عليها فضل الأهلي للحظة الأخيرة كان عايز أحمد فتوح للحظة الأخيرة للحظة الأخيرة الأهلي ما كانش متأكد من رغبة فتوح وأنا قلت لك حتى لما كان كل الناس بتتكلم في الموضوضة وفي حلقات سابقة ونقدر نجيبها قلت لك يا كريم فتوح لو عايز الأهلي هيروح ويقعد مع الزمالك مرة واثنين وعشر وعشرين ليه؟ ويضع وقت يعني هو فاضي صح أنا برضو ممكن أقولك معلش تعريق لو هو مش عايز الأهلي مش هيوح افتتح الملعب حسن الشحيات ويقعد مع العيبة الأهلي ويبقى ده بالنسبة له وبالنسبة الجمهور الزمالك كانت مشكلة لا ومنطقة واحدة خد بالك هم منطقة واحدة واحدة ويلاعب مع بعض منطقة مصر وزي ما عرفت من الكابتن طالق انه تقلوا برضو ان في العيبة كتيرة جاي من عيبة عادية الطبيعة كريم الطبيعة كان صعب ممكن عشان كان لسه بس طبيعة برضو انا لو حد دعيني حد ربناك الزمالك نفسها لا حسن الشحات تحديدا فتحوا يا حسن من منطقة واحدة فهم بتربطهم علاقة أصلا يعني برا الكورة وأصدقاء جدا في طبيع ملاش علاقة بالي وزمالك يعني زمالي في المنطقة ماشي اوكي نعدي